مستقبل التعليم والبحث العلمي في سلطنة عمان يسير على خارطة مستهدفات رؤية عمان 2040 لتوفير تعليم عال وشامل وتعلم مستدام وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة حيث استضافت سلطنة عمان لأول مرة ممثلة في وزارة التعليم والبحث العلمي والابتكار منتدى ICEF الشرق الأوسط للمنح الدراسية للعام 2024 تضيف سلطنة عمان هذا المنتدى وذلك في سعي وزارة التعليم العالي للبحث العلمي والابتكار لتحقيق رؤية عمان 2040 من خلال إيجاد شراكات بين موسات التعليم العالي الحكومي والخاصة مع نظيراتها في الدول الخليجية وكذلك على مستوى دول العالم بالإضافة إلى تشجيع موسات التعليم العالي المختلفة في دول العالم لاستقطابها فيما يتعلق بالتبالي للطلاب وكذلك إيجاد عمان ضمن خارطة المنتديات العلمية والتعليمية بما يسهم في تشجيع السياحة التعليمية في سلطنة عمان المنتدى يهدف إلى عرض الجامعات في سلطنة عمان ودول مجلس التعامل لدول الخليج العربية كمؤسسات معترف بها عالميا والاستفادة من الخبرات التعليمية والأكاديمية المشاركة على مستوى العالم من أكثر من مئة مؤسسة تعليمية مع أكثر من مئة وخمسين من الهيئات الحكومية الخليجية وممثلي الجهات المعنية المانحة للمنح الدراسية من جامعات وكليات خاصة وذلك لتعزيز التبادل في البرامج الأكاديمية نحن فخورون لإعقاد هذا المنتدى الذي يجمع فيه 330 من المشاركين من 26 دولة من جميع دول التعاون الخليجي و19 دولة من أنحاء العالم والهدف من هذا المنتدى هو وضع رؤى واستراتيجيات كي تتماشى مع الدول المتعلقة بالتعليم وعدد السكان والتطوير واحتياجات المؤسسات ومن المؤمل أن يسهم هذا المنتدى في تسهيل التعاون وتفعيل برامج التبادل بين المؤسسات المعنية بالمنح الدراسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤسسات التعليمية الدولية وتعزيز التبادل الطلابي والفرص الأكاديمية للطلبة العمانيين وطلبة دول مجلس التعاون الخليجي يأتي المنتدى تحقيقا لرؤية عمان 2040 التي تسعى إلى إيجاد تعليم عال وشامل وتعلم مستدام وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي يوسف بن تعيد الرواحي مسقط